نفى مدير ناحية آشور بقضاء الشرقات جرجيز حجاب وجود اسم متهم بالإرهاب ضمن قوائم المشمولين بالتعويضات مبينا أن المسألة تتعلق بتشابه الأسماء وهذا موجود في مجتمعنا وقال في تصريح خاص به قناة صلاح الدين إنما نشير عبر وسائل التوازل الاجتماعي عارا عن الصحة وقد قمنا بتدقيق ما تم تداوله مع الجهة المعنية ولم تثبت صحته ودعا حجاب لا توخي الدقة في النشر وعدم الإساءة لمؤسسات الحكومية وجهودها أحب أن أوضح حول ما أثير يوم أمس على مواقع التواصل الاجتماعي من ضجة إعلامية حول ظهور اسم ثلاثي لداعشي في قوائم التعويضات اليوم اتصلنا بتعويضة صلاح الدين وأوضحوا لنا اسم الرباعي واللقب وتبين أن هناك تشابه ثلاثي في الأسماء وهذا ليس جديد أن يكون هناك تشابه ثلاثي بهذه القوائم نحب أن نوضح لجمهورنا بأن تعويضات صلاح الدين لا يمكن أن تخطأ مثل هذا الخطأ فهناك عمليات استخبارات وهناك أمن وطني وهناك كتب تزكية ومسح ميداني ترفق ضمن معاملات التعويضات اليوم هذا العمل أكيد وهذا الخبر لم يكن دقيق ونهيب بمواطنين الكرام عدم نشر مثل هذه الأخبار التي تسيء لسمعة المحافظة ووحداتنا الإدارية ترجمة نانسي قنقر